طبعاً إنفجراف ومحمد صلاح يعتبر دلوقتي أكتر اللاعبين في الدورة الإنجليزية تحياناً للأهداف أو إحراز الأهداف في البطولات الأوروبية رقم جديد لمحمد صلاح تفوق به على تيري هنري طبعاً المهاجم الفرنسي الشهير ووصل ل43 هدف في البطولات الأوروبية كالعادي صلاح رقمه تتحدث عن نفسها يعني ما الكلام خلص فيه من الناحية دي الرقم ده مثلاً كل اللاعبة بلا استثناء اللي في القائمة اللي بعديه شاركه في عدد مواسم أكتر منه وده يقولك قدي محمد صلاح محافظة على استمرارية مرعبة يعني في الوقت ده صلاح الموسم الماتش اللي فيت في لوتون تون صنع الهدف بس اللي سجلوا نونيز الهدف ده خلاه أكتر لاعب ساهم أو سجل في ماتشات متتالية في تاريخ الدورة الإنجليزية بعد جيمي فاردي يعني قاب يعني كان متساهم مع جيمي فاردي وبعدين بعد بعد الاسس ده 16 مباراة متتالية لا يتوقف فيها عن التسجيل أو صنع وده رقم مرعب ويقولك أن صلاح في الموسم ده في الموسم ده تحديداً وجود ليفربول في المركز التاتري ليفربول كان مرشح أعتقد لبداية موسم كارثية أكتر من دي بكتير ده حقيق ده حقيق ولكن من صلاح هو العنصر التقل الحقيقي في الفرقة دي اللي فعلاً لما حتى كنت شفت تغريدة كده بقى كتبها حد قبل ماتش إيفرتن اللي هو خلصه بهدفين ديربي المرسي سايد قال رغم أن كان مستوى في منتهى السوق بالنسبة للرأي الإنجليزي يعني إلا أن محمد صلاح خرج بالماتش ده وضعاً الثومة في أفواهنا يعني مثل الإنجليزي معناه أنه كله يسكت كله يسكت أنا جيت جنين في ديربي المرسي سايد ده اللي محمد صلاح بدأ يوصله أنا بشوف المرحلة دي في الكورة عموماً ما وصلهاش في أوروبا من سنين غير ميسي ورونالدو اللي هي قصة مش بس كمستوى قصة أنه المساهمة الدائمة المستمرة مهما كان مستوى فريقك مهما كان مستوى فريقك مهما كان وضعيتك أنت بتتكلم أنه مينمم مينمم في 25 جلوه ما بين جلوه السيست كل موسم من ساعة لما رجل ده جليفر بول اللي قال المواسم القليلة بيبقى عامل إيه 30 35 فيه مواسم بيروح فيها للـ 40 والـ 45 والـ 50 فأنت بتتكلم في ليفر رقمي لما هالند بدأ يوصل لهوم بابيه بدأنا نقول له دول خلفاء رونالدو وميسي محمد صلاح من سوق حظه بس أنه ظهر في حقبة بينية كده بين ميسي ورونالدو وبين بابيه و هالند وأنه آه اختر اختيار جيد جدا بالبقاء في ليفر بول والمدة دي وعمل حاجات هتخلت في تاريخ ليفر بول إن كان دور الأبطال أو الدور الإنجليزي ولكن لو كان بدأ معاهم ومشي في نفس سياق التطور بدأ في نفس الكريم بتعام بابيه و هالند صغير شوية ايه طبعا او كبير شوية بحيث يبدأ مع ميسي ورونالدو صلاح كان يتحط جنبه طيب كل ده ما يشفعش لمحمد صلاح اللي فات كان البلندور و محمد صلاح في المركز الحداشر احنا بنتكلم وانت بتتكلم على أرقام عظيمة جدا بيحاها محمد صلاح سواء سوق مستوى ليفر بول السنة اللي فاتت حتى البداية السنة دي كان مستوى لكن محمد صلاح بيحاق نتائج وبيكسر أرقام قياسية كبيرة جدا هل ده ما كانش يشفع لمحمد صلاح ان ياخد على الأل مركز أفضل من ده المركز الحداشر كان فيه شيء من الصدمة على المستوى الشخصي ليه انا صدمت من المركز ده انا قلت محمد صلاح ممكن جدا يكون من الخمسة الاول لكن المركز الحداشر انت شايف الموضوع ده ازاي هو برضو ليفر بول كونه طلع بموسم صفري دي لا تغفل كونه مراحش شامبيونز دي لا تغفل كونه الكرة الزهبية كانت معمولة عشان كسل عالم السنة دي لمحمد صلاح ما شاركش فيه برضو ليها دور انه ده يحصل غير ان البالون دور فيها قصة تصويت الصحفيين احيانا تدي لك نتاج منطقية مثلا في اول 3 ا4 او اول 5 او حتى عدم المنطق يدخل في المركز دي بس بقية المراكز تبصت لقى الاختبارات غير منطقية خالص يعني انا بشوف انه لانه المسألة بتطرح في وقت كبير للصحفيين والقادة المنتخبات فاحيانا مثلا دول امريكا اللاتينية بتصوت للاتينيين مثلا دي بتبقى واضحة جدا العرب ما بيصوتوش العرب عادة كتير يعني اللي حصل مثلا صحفين بتوع مصر والجزائر وكده الجزائر مش شرطي اختار محرز دايما يعني عادي يقولك اختار الاوروبي او اختار عادي بالنسبة له ده بيقى عمل انصاف وكويس بس المقصود انه الكرة الزهبية ما بتدخش ممكن مراكز مشيرة للواقع الحقيقي من بعد مثلا الخامس او السادس او السابق شكرا